قطع عدد من الشبان الطريق الدولي بين طرابلس وبيروت في محلة البالما احتجاجا على توقيف استخبارات الجيش المدعو جهاد دندشي ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي يحذر المعتدين على العلويين من مغبة التمادي تقرير حسين خريس ليلو طرابلس المتوتر بردته تعزيزات الجيش نهارا الذي نفذ انتشارا واسعا في منطقته جبل محصن وباب التبيني كما سجل النهار المدينة عمليات الدهم مختلفة اسفرت عن توقيف جهاد دندشي وهو احد المتورطين في احداث الاربعاء على صعيد اخر وللمرة الاولى وجه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي رسالة الى الرئاسات الثلاثة للتدخل فورا فيما وصفها سلسلة الاعتداءات التي تطال العلويين خلال عودتهم الى بيوتهم من المدينة الى جبل محصن قائلا ان الفتنة وقعت وان الجيش يتلكأ بسبب صمت العقلة وحذر المسؤولين من العواقب الوخيمة التي يمكن ان تنتج جراء عدم تحمل المسؤوليات لان الكيلة تفح على حد تعبيره عندما تعتدون ندافع عن انفسنا ان كل حجر يتهدم في هذه المدينة على رؤوسنا من الذين يقاتلوننا او على رؤوسهم كله في وعلى عاطق المسؤولين من الرئاسة الاولى فالثانية فالثالثة نحن مع الجيش اللبناني ولكن شرط ان يكون حاميا لسياج الوطن وحاميا لابناء كل الطوائف في لبنان عاصي اكد ان الطائفة العلوية هي مع اهل السنة والسلفيين الشرفاء لكنها في مواجهة قلة من التكفيريين الغرباء الذين خاطبهم قائلا لا احد يلوم جبل محسن العالي ولا الطائفة العلوية اذا دفعت عن نفسها من اجل حريتها وكرمتها فاما ان نعيش بكرامة في وطن او نموت شهداء وياكم والتمادي